حياكم الله طلاب الغاليين طلاب السادس العلمي اليوم عندنا آخر جزئية تتعلق بالمعادلة التربعية اتفقنا وياكم أن المعادلة التربعية بيها ثلاث جزئيات حل المعادلة التربعية اللي أخذناها وتكوين المعادلة التربعية اللي أيضا أخذناها أما اليوم فإحنا وصلنا جيم الثوابت في المعادلة التربعية استاذ يعني شنو ثوابت؟ ثوابت مجاهيل يخليهم بالمعادلة التربعية احتمال المجهول يسمي A احتمال يسمي B احتمال يسمي C احتمال يسمي K احتمال يسمي M ما نعرف بصراحة مجهول يذب لي يا وين داخل المعادلة التربيعية فخلونا انبلشوا ياكم بالسؤال الاول اللي هو يعتبر الوحيد الموجود بالكتاب من هالنوعية هاي لكن بالامتحان الوزاري تيجي تغييرات بي فحبايب الغالين السؤال طبعا جاي سنة 2011 و 2021 و 2024 هاي السنة للمحملين تمام لجماعة التحميل اشلون تتعاملوا ايه سؤال اول شي لازم تقرأ قراءة صحيحة حتى تفتهم فالسؤال ما نعرف يقول يقول اذا كان 3 زائد I اي منو هذا خير قال هو احد جذري المعادلة انتو تعرفون المعادلة التربيعية عدها جذور ثنين تمام احنا كنا نسمي واحد منهم H والثاني K او واحد منهم M والثاني L هذا اللي منطينياء اللي هو 3 زائد A يعتبر احد جذورها يعني احد الحلول مالتها تمام يعني بين قوسيا يعتبر احد قيم X احد قيم X ما هي حلول المعادلة شنو؟ يعني جذورها وجذور المعادلة يعني حلولها والحلول يتمثل قيم منه قيم X تمام سوادي يقول لي بس استاذ انتو تسمي H وين المشكلة اذا سميت H تمام بس هما يبقون قيم X حلول المعادلة تبقى قيمة المتغير اللي موجود بالمعادلة خلونا نكمل اذا كان هذا احد جذري المعادلة فما قيمة A ينتمي الى C رائد من عندي لأي هذا وما هو الجذر الاخر وما هو شنو؟ الحل الاخر لان المعادلة تربيعية عدها كم حل؟ عدها حلين منطيك واحد من عدن ودي يقول لكم منه الثاني يا رائد تقول لي عدن حبايب الغالين هش نوعية من الاسئلة دائما اول فقرة تسويها الجذر اللي منطيك يا انت تنطي اسم هل سأني مثلا هنا راح امطي اسم شنو H تمام؟ باعتباره احد جذور المعادلة سواحد يقول لي استاذ ينفع اسمي X1 باعتباره هو القيمة الاولى لX نعم ينفع استاذ ينفع اسمي M ينفع تسمي اي حرف بس بشرط ما يكون هذا الحرف موجود بالمعادلة تمام؟ سأني سميته H الH ما موجوده بالمعادلة حلو حلو اول سال فتسويها هل الجذر الثاني يعتبر مرافق الجذر الاول ولا لان احنا بالفيديو اللي فات قلنا المعادلة التربيعية لما ننكونها احيانا يطلع عن الجذران مترافقان واحيانا غير مترافقان فاول سال فتخليها ببالك تروح تشيك هل الجذران مترافقان لولا تقول لي استاذ وش لونه تشيك تروح للمعادلة التربيعية تشوف هل تحتوي على آي لولا تقول لي اشتخلي الآي بالموضوع اي معلمود نشوف هل المعاملات مالتها حقيقية لو مو حقيقية تقول لي بصراحة استاذ اكو آي بيها خلص ما دام المعادلة تحتوي على آي فالجذران غير مترافقان سجل همك واعرفوا شلون تتعاملوا اياها النوعية من الاسئلة تمام اذا ما دام شنو ما دام المعادلة تحتوي على آي فالجذران غير مترافقان تنتقل للسالفة الثانية المطلوبة منك بعد ان تتأكد ان الجذران غير مترافقان تروح ترتب لي المعادلة وتخلي ليها بالوضعية القياسية تقول لي استاذ ما افتهمته انت تعرف المعادلة التربيعية الها شكل تقول لي صحيح بالدرس اللي فات اخذناها وشكل المعادلة التربيعية انا حافظة حلو ما دامك انت حافظة شنو شكل المعادلة التربيعية تقول استاذ هنا اكس تربيع فعلا اكس تربيع اذا الحد الاول لا يوجد خلل الاشارة تقول لي استاذ فعلا اشارة المعادلة التربيعية ناقص وهنا ناقص تمام زين بعدين إيش عندك تقول استاذ بعدين يجيني مجموع الجذرين مضروب في X حلو إذن هذا الأي يعتبر مجموع الجذرين مضروب بX وبعدين تقول استاذ بعدين يجي زائد وبعدين يجي حاصل ضرب الجذرين حلو يعني معادلتك التربيعية اللي هو منطيكيها لا تشكو من أي خلل الناقص بمكانة والزائد بمكانة والX مضروبة بالمجموع مال الجذرين وهذا منها حاصل ضرب الجذرين والحمد لله معامل الX تربيع واحد أي خلل يصير بالمعادلة لازم تعدله دير بالك السؤال لا يحتوي على خلل فبالمقارنة شا سوياني بالمقارنة عرفت منه مجموع الجذرين وعرفت منه حاصل ضرب الجذرين طبعا الخمسة زائد خمسة هاي مية بالمية شا تمثل يتمثل حاصل ضرب الجذرين تمام خمسة زائد خمسة تمام هاي كله تمثل حاصل الضرب مع الجذرين لأن حاصل الضرب يصير قبل المساواة بعد الزائد ماشي هذا القيمة كلها خمسة زائد خمسة تمثل حاصل ضرب الجذرين هاي أهم فقرة طبعا أنه أنت تندل مجموع الجذرين وين وتندل حاصل ضرب الجذرين وين زين إحنا موعدنا أحد الجذور تقول بل يستاذ عندنا قيمة الـ H ثلاثة زائد آل تمام مضروبة بمن مضروبة بالكي يساوي خمسة زائد خمسة آل طيب أنت شنو رايدة تقول استاذ أنا رايد الكي حلو الكي ننزل المعامل مالا جوه ثلاثة زائد آل وهذا فوق طلعنا لك الكي لو ألا تقولي طلعت للكي بس الكي أنا رايدة بالصيغة العادية أنت تعرف أني ما تعامل بعد ويأي عدد مركب إذا مو بالصيغة العادية تدلل نضربه في مرافق المقام ونخلي لكياب الصيغة العادية ثلاثة ناقص آل ثلاثة ناقص آل إذن هذول مترافقان يعني تسعة زائد واحد خمسة في ثلاثة خمسة خمسة في سالب آي سالب خمسة آي خمسة آي في ثلاثة خمسة آي خمسة آي في سالب آي سالب خمسة آي تربيع جوه راح يصير عندنا عشرة هاي الآي تربيع تروح هاي تصير موجب خمسة موجب خمسة وخمسة عشرين سالب خمسة آي وموجب خمسة عشر آي موجب عشر آي نجزئ إذن الكي يساوي 20 على 10 2 زائد 10i على 10i إذن هذا منه هذا الجذر الآخر طيب بعد إيش طالب من عندي أستاذ طالب من عندي الأي همين زين الأي هي منه تقول أستاذ هي معامل X ومعامل X شي يمثل يمثل مجموعة الجذرين إذن الأي هي مجموعة الجذرين الجذرين صاروا موجودات عندي لأن الـ H هو الطانية من البداية أحد الجذور والجذر الثاني أستوني أنا لقيته تمام 3 زاد 2i 5i زاد i 2i إذن حاليا هذا يعتبر قيمة i طبعا هذا السؤال بتلك هو الوحيد الموجود بالامتحان الوزاري وبالكتاب أو عفوا هو الوحيد الموجود بالكتاب من هالنوعية تمام أنا ديش المرة غيرت هذا السؤال إيش سويت 3 زاد i بقيت أحد جذور المعادلة الأي عوضت قيمته 5 زاد 2i إيش كتبت لهم إثبت أن 3 زاد i أحد جذور المعادلة زين الطالب إيش لون يثبت أنه هذا أحد جذور المعادلة يعوض داخل المعادلة بدأ القيمة X المفروض الناتج يطلع صفر تمام فانتبهوا لتغييرات الامتحان الوزاري خليت لكم طبعا السؤال ينشبهن بالضبط وإذا دققت كلش راح تشوفون أصلا السؤال ينذنه تغييرات على ذاك السؤال هذولي المفروض بعد أن تفهم ذاك السؤال وتحله مرة أو مرتين أو ثلاثة بيدك وتستوعب صح وتفهم كل جزئ يبي تجي تحل ذول السؤال ينه تمام السؤال الثاني أيضا سؤال جاي بالامتحان الوزاري سنة 2017 السؤال يقول إذا كان 1 زائد 2 احد جذري المعادلة قلت له يعني قصدك احد حلول المعادلة قال بالضبط احد جذورها يعني احد حلولها قلت له يكمل قال احد جذور المعادلة هاي قلت له زين فما قيمة اي رأيت قيمة اي وما هو الجذر الآخر أول سال فنسويها الجذر اللي منطينا يا حنسميه فهد اسم نختار اسم ما موجود بالمعادلة راح أنطي الرمز اتش تمام هاي أول فقرة شغلة أخرى أتأكد هل الجذر الثاني هو مرافق الجذر الأول ولا طلعت مباشرة للمعادلة باوعت كل جزين لقيت اكو اي داخل المعادلة ما دام المعادلة تحتوي على اي فالمعادلة ذات معاملات غير حقيقية معاملاتها مو حقيقية إذن جذراها غير مترافقان فبالتالي احنا من يقدر نقول الكي هو واحد ناقص اثنيا اي يربالك آني أمتى أقول الجذران مترافقان لما المعادلة خالية من الآي ما بي هاي تقول لي هاي استاذ افتهمنا هسه شن سوي الروح للمعادلة ارتبه تقول لي استاذ بس المعادلة شلون نرتبها اتباوع لي على معامل اكس تربيع لازم يكون واحد تقول لي استاذ هذا متحقق حلو الاشارة الوراء الاكس تربيع لازم تكون ناقص تقول استاذ هاي فعلا ناقص حلو هنا لازم المجموع مالي الجذرين لازم يكون مضروبه باكس تقول لي هو استاذ مضروبه باكس حلو إذن زائد حاصل ضرب الجذرين تمام إذن معادلتنا لا تشكو من أي خلل تقول لي استاذ نجيب القانون حتى نتأكد نجيب قانون المعادلة التربيعية خليه مقابيلها حتى نتأكد ايه اكس تربيع تمام الناقص تمام هنا مجموع الجذرين في اكس طبعا تمام زائد حاصل ضرب الجذرين حلو إذن فعلا قارننا المعادلة ويا القانون الأصلي ما لقناها تشكو من أي خلل واللي زيان استاذ هو ش منطينا هنا حاصل الضرب مالي الجذرين لو المجموع لا هالمرة هو منطيك المجموع مالي الجذرين حاصل الضرب ومخلي لك يا مجهول تقول لي بسيطة استاذ هاي مجموع الجذرين اللي هم منه اللي هم ثلاثة ناقص ايه هذولي مجموع الجذرين زيناني عندي الجذر الأول اتش اجيب اعوضة زائد الكي طبعا الكي مجهول الجذر الثاني هسه اودي واحد زائد اثنين ايه من ذي تجهه استاذ ليش ما نقسم عليه شو نتقسم عليه عزيزي هذا جمع مو ضرب لو ضرب ايه نقسم فهناش عندنا عندنا ثلاثة ناقص اي واحد ننقلة منها تصير ناقص واحد اثنين اي ننقلها تصير ناقص اثنين اي يعني قيمة الكيحة تصير ثلاثة ناقص واحد اثنين سالب اي وسالب اثنين اي سالب اثنين اي هذا هو الجذر الآخر حبايب الغالين هسه نجي نلقى قيمة الاي قيمة الاي هي نفسها حاصل ضرب الجذرين إذن أنا أجيب الأي أقولها يا بنتي تدريني بنفسيش تنفسيش حاصل الضرب مع الجذرين زين الأي الجذرين عندي واحد هو منطينيه من البداية واحد زائد اثنين آي واحد هستوني أنا لقيته نضرب واحد فيه اثنين اثنين واحد فيه سالب ثلاثة آي سالب ثلاثة آي ثنين آي فيه اثنين أربعة آي ثنين آي فيه سالب ثلاثة آي سالب ستة آي تربية هاي لا يتربيع تروح هاي تصير موجة بستة موجة بستة وموجة بثنين ثمانية زائدا آي هذول ينطرحون إذا نحن لقين قيمة الأي والجذر الآخر خليت لكم سؤال واحد جاي بالامتحان الوزاري لكن الخلل اللي موجود بالسؤال المعادلة غير مرتبة هنا عندك خلل بيها أحسن أوضح لك شلون ترتب المعادلة ورشوية إذا كانتهم خربضة المهم بعد ما تفهم هذا كل زين راح تقدر تحل الواجب السؤال لرقم ثلاثة السؤال الوزاري جاي السنة 2021 بالدور الأول السؤال يقول إذا كان واحد زائد اثنين آي أحد جذري المعادلة قلت لها يعني أحد الحلول مالتها مو قال لي بالضبط أحد قيم اكس هذا قلت لها حلو قلت لها كمل وين المعادلة طانياها المعادلة كلش متبشر بخير ليش لأنه كلش مخربطة تبين قلت لها ايش رائد من عندي قال اريد الاي والبي ينتمون الار قلت لها شنو مخليلي مجهولين داخل المعادلة قال لي والله مخليلك مجهولين هذا واحد وهذا ثاني قلت لها بسيطة مثل ما اتفقت وياكم بما أن هذا أحد جذور المعادلة إذن أنا ممكن أنطي اسم اتش تمام هل الجذر الثاني مرافقة لو لا تقول الاستاذ صبر لي شوية أروح اتشيك المعادلة وارجع طلعت للمعادلة باوعت على معامل اكس تربيع لقيتها حقيقي انت حقيقي السبعة حقيقية البي والاي مجاهيل ذولي زين المجاهيل هو شغالي اللي ينتمون المن الار إذن معناتها المعادلة كل معاملاتها حقيقية يعني لا تحتوي على آي تمام لا ظاهرا ولا باطنا تمام تقول لي خلص استاذ الجذران مترافقان والله ربك هل ساش راحس سوي ما دام صار عندك جذور مالة المعادلة قبل لا أروح أرتب المعادلة أجمعهم وأضربهم استاذ شا تسوي بحاصل جمعهم وضربهم نستفاد منه ما دام الجذران صار ويمي حاولوا تجمعونه وتضربونه دول يروحون واحد ويالواحد اثنين حاصل الضرب مال الجذرين واحد زائد اثنين آي واحد ناقص اثنين آي طيب دولي مترافقان من وزع قبل نقول الأي تربيع لي هو واحد تربيع واحد البي تربيع البي هي اثنين تربيع اربعة إذن حاصل الضرب شغالت خمسة هسه أتوكل وين أرتب المعادلة يعني ضروري استاذ اي نعم احنا شقلنا لكم قبل شوية المعادلة مالت كلش مثل ما وضحنا لكم تعبان وضعها خلي انزلها هنا ونحاول نرتبها استاذ اول خلل عندنا هو انو الاكس هنا داخلة على القوس عوفي الاثنين هاي انا عرفك هسه تباوع على اثنين لاحقين عليه باوع لي هذا سالب هاي الاكس تسحبها مشترك هي والسالب تمام وتفتح قوس تمام من سحبنا السالب عام المشترك هو والاكس من ذوي الحديين راح تصير عندي منه اثنين جوه وهاي تصير ناقص بي راح تقول لي استاذ ليش ناقص اعيوني انت مو احنا سحبنا السالب عام المشترك استاذ بس احنا مجرد خليت القوس نفع جزاي مجرد خليت القوس لازم تغيري الاشارات تمام لان القوس هذا معناته هاي السالب مضروب اباوع سالب في اثنين سالب اثنين سالب في السالب وهذا خطأ يوقعون بالطلاب فهنا دير بالك يعني تخربط به الاي ناقص سبعة ما عندي مشكلة هسه عندي فد مشكلة الاثنين هاي لازم اقسم عليه فهاي اكس تربيع حلو الاثنين ناقص بي الكل في اكس استاذ ليش الاثنين جبتها مننا هي مننا تنكتب بس انا على موت سحبتها مشترك حتى ما تخربط خليتها مننا قسمها على اثنين الاثنين هنا راح اخليها زين هذا كله اي ناقص سبعة علي من على اثنين لا تخربطوا تقوم تختصر لي ومعرف شنو مثل ما انا سوي سوي حلو حلو هس استاذ معادلتنا كلش صارت مرتبة اذا نقارنها مع المعادلة القياسية بيكستر بيعتمام الناقص حصلنا عليك اذا انتو تمثلون مجموعة جذرين وانتو تمثلون حاصل الضرب مع الجذرين اكبر معادلة ممكن ترتبها بهاي البساطة يلا حتشو لي مجموعة جذرين ايش قيد تقولوا الاستاذ مجموعة جذرين الاجزاء بالمعادلة هو اثنين ناقص بي على اثنين حلو زين انتم وعدكم مجموعة جذرين تقولون بل جمعناهم وحضرناهم من البداية اثنين هاي خلص هاي خلص هاي خلص هاي تلقول للبي وسطين بطرفين اثنين ناقص بي في واحد اثنين ناقص بي اثنين في اثنين اربعة اثنين عفوتها بمكانة جبتي الاربعة منها تصير ناقص اربعة سالب بي وديتها منك على مودة تصير موجب بي اذا موجب بي تساوي سالب اثنين حلو حاصل ضرب الجذرين الاج في الكي يساوي اي ناقص سبعة على اثنين حاصل الضرب مهم عندنا احنا لقيناه من البداية خمسة تمام اي ناقص سبعة على اثنين وسطين وطرفين اذا اي ناقص سبعة في واحد اي ناقص سبعة خمسة في اثنين عشرة وديها هاي منها تصير اي تساوي عشرة زائد سبعة اذا اي تساوي سبعة عشرة وهاي قيمة الاي حبايب الغاليين حل السؤال مرة مرتين ثلاثة اصفلي بالمعادة لا اعرف الشور رتبه مو تجي تحل السؤال وتنتظر يجيك بالامتحان الوزاري نصا يغير لك بس انت من تفهم السؤال وتفهم كل حركة صارت بي راح تقدر تستوعب اي تغيير يصير بالسؤال فرجاء اقرف فيهم رجاء رجاء وهاي سؤال ينواجب نفس ترتيب ذاك بس هنا بس للتنبيه هاي المعادلة فيها خلل بسيط هاي الاشارة موجب تقولي استاذو هاي شلون تصير سالب هنا دير بالك تضرب المعادلة بسالب وتخبص الجو هاي الموجب فككها سويها سالب فيه سالب لانه باقي الاشياء كلها بمكان ماشي